أكدت الصين على أنها وحدها من يملك الحق للبت في القضايا الدستورية في هونج كونج كما دانت قرار المحكمة العليا في هذه المدينة إلغاء الحضر على أقنعة الوجه التي يرتديها المتظاهرون ويرتدي المحتجون خلال التظاهرات في هونج كونج أقنعة لإخفاء وجوههم وتجنب تعرضهم لملاحقات قضائية ويتوقع أن يؤدي التصريح الصيني إلى تأزيم الوضع أكثر في هونج كونج التي تشهد احتجاجات عنيفة ومستمرة منذ أشهر بسبب المخاوف من قضم بكين للحكم الذاتي للجزيرة شيئا فشيئا